السلام عليكم ازايكم عمين ايه الاخبار اتمنى تكونوا بخير النهاردة معنا مع استكمال سلسلة الهادوب بس هو جزء جديد هنتكلم فيه النهاردة وهو هايف احنا كلمنا المرة اللي فاتت على ان الناس اللي تشتغل في على هادوب على دسترابطة سيستمز زمان على هادوب من دائت فانسكيب ليس هادوب بس خيانا اقول لي بعدين كان مين يبقى يصير مابردوس فمحد جديد يقعد يكتب مابردوس بالجافا ستايل قديم وزي ما قلنا قبل كده ان مابردوس هي طريقة لان انت تزايد تكتب او تعمل بورسنج الداتا على هايل سكيل سيستم او بيك ديتا مش شرط مابردوس معاناها هادوب بس ممكن تكتب نفس الكنسة مابردوس دي بس خيانا هنقول الكم ده ازاي بعدين طيب فكنا عشان نعمل بورسنج لأي فايل احنا كنا منضطر ان احنا نقعد نكتب جافا بروجرام زي ما اخدنا في اللابس وزي جافا بروجرام زي كانت شغاله ونقعد نكتب حوالي 100 line of code عشان ده يشتغل طيب طيب فلان ان الاطبع دي مش افضل حاجة فبدأ الناس تقول لك طب انا لو كل ما هحتاج اكتب الكلام ده هادا كتب جافا موضا كده بيخلي ان موضوع الموضوع 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 يبقى بطيل الكتابة فعملوا هايف ايه هايف ده هنتكلم عن النهار ده و هايف احنا هنعمل في سلسلة هايف دي هنعمل تريك كده وطيفة احنا هنعمل 3-4 فيديوهات هنشرح فيهم هايف ودول هنعتمون كده انترودكشن لهايف وبعدين لما هنلاقي شوية توبيكس محتاجينها وحمل كاميرا سبارك او حاجة تانية هنرجع نزود شوية توبيكس اكتر في هايف طيب تعالوا نمش مع بعض طيب الوبجيكتف بتاعنا ايه احنا عايزين نعرف ازاي نقدر نكويري الداتاليكس او HDFS باستخدام هايف ده اللي احنا عايزين نعرفه ازاي شغاله طيب حاجة تانية عايزين نترودوس هايف ده ايه هو وشغال ازاي وهو جبنين وكلام ده بعدك هنكمبير هايف للتواردشن الاتابازيس كجزء من الشابتر اللي هنكلم عنه بعدكده هنتكلم على هايف كمبونت الاركتكشورز تمام بعدك هنتكلم على ازاي بنعمل data analysis باستخدام هايف هناخد examples وهناخد demos باستخدام هايف بعدك هنتكلم على ال data management ازاي هايف داتا متشتغل والميتادات بتشتغل ازاي و التفاصيل بتاعتها برضو حتى الخير ده هايف اوبتمايزيشن هايف اوبتمايزيشن نسبيا هي مش جوز هنفكس عليه قوي قد ما احنا هنتكلم على اطارة عامية هناخد نتكلم زاي is map juice اصلا تشغل ازاي وزاي بنعمل ازاي بنعمل هايف ازاي نكون فاهمين الفلق ما بين ازاي بنعمل هايف من ال data lake level ودي حتة هنتكلم بعدين برضو ماشي؟ كأن ناخد demo ان احنا نعود شغل ازاي بستخدام هايف طيب هنبدأ باول سيكشن اللي هو equal data lake level طيب من اللي data lake و hdfs بيخزنوا احنا بنتكلم على scale of beta bytes لان احنا بنتكلمش على scale of hundred of terabytes او beta byte يعني لو احتاج خارط 5 terabytes لا تطبيق الحافة الخامة ولا تطبيق الحافة كم الحافة وماذا قلنا نبلي، كما قلنا بتطبيق الحافة ويجعلك مملك ب Same وحتي فية الرهورة cualي يشتغل في حاجات كثيرا فالنائز اللي هو الحافة لها لهم المساعدة كثيرة اطب من هم المساعدة التطبيقات هو واحد انا تضطبيق الحافة سوف نفترض نحن نسيم Struct or structure فقط ما الذي نشير بالدي nós المشاهدة لديهم تكتب قليلة قليل فماذا سوف تنضيهم من طريقة سهلة يستخدموا هذا المشاهدة الناس يريد معلومة ويستخدموا Data Warehouse والData Base لما يكتبوا Queries لكي يتأنيوا الـData وليس متعودين يكتبون Java أو MAPRODUCE فهم أرمون طريقة سهلة يجبوا الـ Queries يضعون بها الـData من غير ما يذهبوا إلى MAPRODUCE طيب برضو SQL واحنا مش هدفنا هنا نشرح SQL قدم حنفكس على حاجات اللي علاقة بهايف يعني لو انت اكسبكتد في الجزء الجاي ان انت تعرف يعني ايه SQL ويشتغل ازاي او في الشرطة ده مش هو انا مش هقدم ده انا هعتبر انك عارف SQL basic SQL وابدا اكمل عليه يعني تمام SQL هي language المستخدمة عشان نكتب كوية على data basis ماشي سواء بقى crazy data manipulation analysis ايا كان هي ايه وهي خلق نظر ان هي ايه common ما بين ناس كذي جدا من data analysis و developer انا شوفت business users و حتى ناس مش مش تكنيكة خاصة وبيعرف اكتبوا SQL فده حاجة السيء عندنا طيب اه هيف هو واحدة من اوائل التولز اللي في المجال اللي عملت simplification لل data analysis ماشي يعني داتي انا عايز اعمل simplification data analysis على بيك data هم هيف ايه اوائل التون اقول هيف ماشي ليه انو بيديك حاجة زي SQL like queries capabilities يعني على data lakes و HDFS تمام طيب هل هيف هو هو الطول الوحيدة وهو الطول الجامدة احنا اقول ان احنا بدء from scratch من الهدوب و مابرديوس و هيف بس حاليا هيف مش هو البيليد الحيتي مش بيونير اه بس هو مش البيليد الحيتي دلوقتي طيب ايه اللي زيه شغال دلوقتي في حاجة زي torino slash presto شوان بيغير اسمه يعني سواء torino او presto هو حاجة واحدة ماشي في snowflake بتكتب queries على data lakes data breaks نفس الكلام نجا تكتب queries على data lakes ويتخليك انك تعرف تقنائز data برضو يعني هيف مش هو الحاجة الوحيدة في حاجات زيه دلوقتي متطورة بتعمل الكلام ده وحب نشرح هيف عشان اتأكد انك انت فاهم التفاصيل دي شغال زي لان احنا لما بتلاقي واحد فاهم التكنولوجيا بتطلق تيه trino كانش موجود من فترة قريبة سنوفريك كانش موجود من فترة قريبة data breaks equal data warehouse وconcept تلك كانش موجود قريبة طيب لما الحاجة دي طلعت لو انت فاهم كويس هيف مش هتلاقي معاناة نكتفن بتحاجات تاني ودي هنتكلم علي بليه بعدين يعني طيب ماشي طيب ناخد introduction to هيف ماشي هيف هو اباتش هيف هو open source باسم اللاكات وهو powerful data warehousing زي مثلا كاميرا Oracle, Terra Data كله بيقدم SQL language على Hadoop ecosystem يعني بتكتب SQL بتترجم وبيانتجرات مع هدوب وتستخدم هدوب capabilities المابروديوس cluster او صحيح الهدوب cluster او صحيح الهدوب cluster او صحيح الهدوب cluster او صحيح الهدوب storage وتستخدم yarn as resource manager كل الكلام ده بتستخدمه مع هيف في هيف هو بيديك حتة دي طيب هيف ده مين اللا عملوا اللا عملوا في سبوك هو في سبوك ناس شطرة هم عارفين ان مش منطقة خليت انا نستوعي ان هم يكتبوا مابروديوس فهو عمل ده هو العمل initial version من هيف وبدأ انه هو يكون يكتبوا مابروديوس وبدأ خلاص ببقى open source بدأ او صحيح الهدوب بصراحة بصراحة هو فعلا 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 من اكتر حاجات الفائق جدا 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 مع هدوب ومع الاكو سيستم بتاعه يعني اول ريز له هيف كانت 2010 دراكم يعني ما تقلق لي حد 2010 عم في 2021 بس فهم عش دي قويبة جدا يعني هم نتكلم انه هو فعلا ده جديد يعني هي اصلا يعني اتخير مجال كله من 2007 لغاية دلوقتي عشرة من 2007 لـ2022 حوالي 16 سنة مثلا خمش سنة يعني مجال كله جديد فا اه اه قابتش هيف لديان ستعبه قديم بصره يعطب عام 2012 جديد يعني ماشي؟ طيب ماشي؟ طيب Hive بيديك ايه حاجات حلوة هو بيديك User Friendly Interface زي ما انت بتعود تكتب SQL على اي ان كانت تستخدمها Hive بيديك الاتراءة انك تتاخد User Interface Editor تكتب عليه النايس داتا عليه بيستخدم SQL وتستخدم النجدات دي اللي هي استورد على HDFS هل ممكن؟ هذا سؤال تريكي بقى حتة حلوة هل Hive ينفع SQL يعني query data مش موجودة يتشفيس؟ اه بس محتاجة يعني combata يعني combata بيدي حتة مهمة جدا يعني لو Hive بquery SS3 هينفع query direct؟ لا لازم انت عمل external table بشكل معين دعونا نتكلم فيه بعدين بس اصدده Hive ممكن يستخدم في حاجات تانية بس هل Hive دلوقتي غالبا مش مستخدم موايدلي دلوقتي الا الشركات تشغلهم في المس او الشركات التي لديها قد تستخدمها هم لا تريد ان انتطورها او ترى ان تكون اغلق عليهم يعني هل ممكن ان تستخدم جزء من Hadoop ال Hadoop حسنا هل سريد وهي 1 to 1 مع مثلا ال NC SQL او ال language هي قريبة جدا من ال language هم تسمىها Hive QL وهي تقول انها تقريبا السيكيري اللي عادية انت بتعود عليه مش لها حاجة كتير مختلفة وتدري تستخدم فائد اكستركشن وتنسفورم والنرائز الدياتة وتدري بصراحة بتوفر وقت كتير جدا ما ترد تكتب أن نرائز انا مثلا لو احنا في المابردوس وعايز اجيب الماكس الماسلا بتاع بتاع مثلا سالاري بتاع دي بارتمنت معين لو انا بعمل جانب مابردوس و اقوم بعمل كمية تكون كتير جدا هنا اكتب وان لاين فهذا يأس الموادد ماكس الماسلا بالتعامل ولكن اما قد تأس الماسلا بريدوس او درايفر ممكن اضطرها اعمل حاجة كتير كامدة بقام موجود في مجال 5 جاس طيب ام برضو انا باتش هيف من مميزاتو ان هو عام ان هو في الجاب اللي ما بين البيك داتا والتعقدة بتاعيتها بالتفاصيل بتاعيتها والترديشن البيك داتا ان برضو الناس كانت شرع بيك داتا كانوا يعانو شايفين ان انا مش هارفة استخدم بيك داتا يعني الناس كانت شخف داتا وهو صحوا على البيك داتا إلا كانت مش حافظ تستخدم البيك داتا على كل الحاجات اللي هي بتاعت يعني عدد اكتب بقى مابردوس وكلام ده فهو فعلا سهل جدا لكل الناس بدلا مكان الهدوب او مابردوس هتبقى حكرة على شوية ناس هتبقى تكتب كود معين هادوتي بالسيكوال لانجوز خليتها بقيت ويدلي يوست تمام تمام طيب اكزامبل للكلام ده ايه هو زي ما قلت لك زي ما تكتب بالسيكوال يعني فهو خاص ده كده بيترجم ده مابردوس وهدوب وكل كلم ده بتاعت هنتكلم فيه بعدين بس هو ده الوضع اللي انت بتتكلم فيه طيب اه نكمل على الجزء ده بتاع الاوفرفيو بتاع هايف في الفيديو ده نكمله طيب اه زي ما قلنا ان هايف هو هايف هو 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 بيلد يعني اللي ما طلع في الاول كان طلع انتوب اف مابردوس هايف اف هادوب مابردوس خلينا نقول هادوب مابردوس عباط عشان ايه ما نغبطش داني فهل ده معناه ان نحن ممكن نكتب هايف على حاجة تانية انجين تاني غير مابردوس هنشوف ده بعدين طيب فالمعلومة اللي عايزين نأكد علي هنا انك انت بتكتب اي كوير هايف هي اوتوماتيك بتتراجم مابردوس في انشال بتتراجم مابردوس ازاي بقى هنكلفي بعدين طيب لما انت برضه انت عايز انت عندك داتا موجودة في hdfs وانت عايز لير انك تقدر تخلي اليوزر يكوير لاشده بسرعة من غير ما يكتبوا كومبالكس مابردوس هايف بيسد الجاب ده تمام طيب تحت يعني under the hood يعني هايف بيجنرات مابردوس جوبس والمابردوس جوبس تيكسيكيوتها هدوب كلاستر هتقول لي اذا يعني انا من غير ما اكتب الكود فيه كود زي مابردوس اللي انا عملته بيتعمل ويتحط ازاي جوب ويتصمت لكلاستر ويرجع ريزل اه يعني تخييه ان كنت اكتب مابردوس جوب اه ده بيحصل اوتوماتيك وده صحيحة يعني فتحس ان انت لما تشوف هايف لو كابت كومبلكس كوية بقى كبيره وتشوف كم من مابردوس جوبس بتطلع وفكار تكتبها باستخدام الجافا تحس ان الحياة فعلا مع هايف جميلة جدا طيب اه ماشي اخير حتة بقى هايف لما طلع نيشالي كان بيستخدم مابردوس صح طيب بس مع الوقت مع الوقت بدأ يطلع حاجات انجين ستانية انجين اول واسمه تيز تيز ده هو كلمة بالارضو معناها طيبا او حاجة سريعة يعني وبقى فيه درتي سبارك وده نتكلم فيها بعدين وده خلى ان كمان بدأ مكان عندها مشاكل مابردوس البطيئة وهنا نتكلم فيها بعد شوية ان كمان انجين ستانية سريعة بقى تنجز كم مع هايف يعني مش انا قلنا ان احنا بنحاول ندكابل الاركتكشر فهايف بالضبط شلك الجزء في النص اللي هو اللي كان مثلا مشت عندك استوارداش و كمبيوت و filed هو لك خلى انجين اجلسه تزق فده حته من حتي ابستراكشن كويس الصمومة تفعلها ونتكلم فيها بعد شوية طيب احنا كده خلصنا الجزء تي انتردكشن الفيديو الجاي هنخش في الهايف الاركتكشرة اشوفكم على خير سلام عليكم حتباه اشتركوا في القناة